من وقت ما بدأ فيروس كورونا المستجد يتفشى في دول خارج الصين بسرعة وهو بيحتل عنوين الأخبار حول العالم وصار الحديث عنه وعن الرعب اللي أثاره بيشغل حيز كبير في كلامنا وطبعا على السوشال ميديا بين معلومات تعرض على أنها حقائق علمية أو سبل وقاية وطرق علاج تقدم على أنها مثبتة طبيا وغير قد منصات التواصل يعني مثلا البوستات عن علاج كورونا بالثوم وبالفض السائلة ومكملات غذائية أخرى معبية الدنيا هذا غير الحديث عن انتقال الفيروس بالمكيف أو الحيوانات الأليفة أو ذباب والبعو درجة حرارة الجو كمان كانت موضوع آخر بيربطوا البعض بكورونا وبيقولوا أنهم حابين أن الشتاء ينتهي لأن الفيروس كورونا حيموت في الصيف مع الحرارة العالية وغيرها من الأمور الكثيرة التي قرأناها لمحاولة الإجابة على أكبر قدر من هذه الأسئلة عن تفشي كورونا ينضم إلينا في الستوديو الدكتور حمدي عمر استشاري الأمراض المايكروبولوجية أهلا فيك معنا دكتور خلينا عندنا أسئلة مجموعة أسئلة كثيرة جدا فخلينا نسألها ونعرف منك الإجابات بشكل سريع الآن عندنا حديث دائما عن فترة الحجر الصحي هل فترة الحجر الصحي 14 يوم أم 24 يوم أم هي أكثر؟ هي 14 يوم على حسب المعلومات عن فترة الحضانة لغاية دلوقتي معلومة مؤكدة 14 يوم طيب الآن لما نتحدث عن علاجات شعبية هل فعلا الزنجبيل؟ هل فعلا الثوم؟ هل فعلا هذا النوع من العلاجات جيد في الوقاية من كورونا أو العلاج من كورونا؟ لا أقدرش أقول أن في الطب في حاجات تانية غير كده يعني وإجراءات علمية وطبية بتجرع على المريض ما فيهاش الحاجات التي تقولي عليها دي تماما الآن عندما يتحدث الناس عن انتقال كورونا عبر التكييف أنه التكييف المركزي في مكان إذا التقت كورونا وكان فيه الفيروس انتقل لبقية المبنى وعادة كل من في المبنى إلى أي درجة هذا الكلام صحيح؟ ده مش صحيح لأنه المسافة اللي ما بين الدرابلت أو اللي ما تطلع من البيشنت المصاب لا تتعدى مترونس فأمرها معتيج من فتحة التكييف وهتصيب حد أوكي طيب معلومة أنه لا يصيب الأطفال هو لا يصيب الأطفال تحت تسع سنين هل فيه سبب معين لهذا الشيء؟ لا دي معلومة والمعلومة غير الحقيقة العلمية الحقيقة العلمية لازم حتثبت عبر الأبحاث والأيام لكن الآن الحقيقة اللي أمامنا بحسب الأرقام أنه لا يصيب الأطفال أنه ما فيهش حالات قبل تسع سنين هل ممكن يكون الطفل حامل للفيروس؟ ولكن لم تظهر عليه أعراض؟ كله وارد بس يعني حيثبت مع الأيام يعني حيثبت مع الأيام يعني دي ليست حقيقة علمية ولكن إلى الآن لأن شغلنا أن نحن ترسد الحالات وترسد الأرقام هل الحرارة ستقتل هذا الفيروس دخول الصيف سينهي موضوعه؟ غير مؤكد لأنه حصل قبل كده في الصارس أنه كان في شهر الصيف حالات بيتمتشر شرب الماء قيل أنه شرب الماء كل 15 دقيقة بيساعد على أنه ينزل الفيروس إلى المعدة فيقتل الأسيد أو فيقتل الأسيد اللي في المعدة وأنه إذا الإنسان ما شرب مياه باستمرار رح تنزل إلى الرئة ويصاب بالفيروس غير صحيح المياه طبعا من الحاجات المهمة جدا وننصح بشرب المياه في كل الأحوال إنما دي مش حقيقة علمية هل الفيروس ينتقل بالحيوانات؟ يعني أنت الآن بتصدمنا بكثير الشيء جسينا ناسي تداولوها ما لها أي علاقة بالموضوع هل الحيوانات تقتل أو هل تتنقل الفيروس؟ الحقيقة أنه ده نوع من الفيروس ده فعلا هو نوع من أنواع اللي الزونوجس اللي هو الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الحيوان بس ده بينتقل عن طريق حيوان ده كان في الصين لإنسان وبعدين بعد كده باستمر من إنسان لإنسان لكن لو الإنسان مربي في البيت حيوان أليف هل هذا الحيوان ممكن أن ينقل له العدوى؟ لا مش كل الحيوانات كانت في حيوانات معينة في الصين زي ما كان في فترة معينة السورس كان في السعودية كان الجمل إذن الحيوانات في البيت مثلا ممكن تكون حاملة للفيروس طيب؟ لا طبعا مش ممكن أيضا؟ لا طيب هذا الموضوع كمان أيضا هل البعوض ممكن ينقل الفيروس؟ لا طبعا هل تناول الفيتامينات مثلا بشكل يومي اللي هي الفيتامينات المتكاملة اللي مثلا حبة فيها الكثير من الفيتامينات الملتي فيتامين يعني تقي من الإصابة بكورونا؟ لا تقي هي الفيتامينات كويسة زي ما قلنا الماء كويسة هل في أي شيء يقي من كورونا؟ لا الوقاية من كورونا شيء بقى الحاجات الوقائية الصحية الكبيرة اللي بتاخدها بعض الدول دلوقتي وبقول إنه بلاد زي كوريا والصين عملت إجراءات صارمة وشديدة وكذلك بردو السعودية والإمارات عملوا إجراءات صارمة هي دي الإجراءات إجراءات احترازية فعلا كبيرة جدا والناس نفسهم لازم يراعوا أن هم ما يتعرضوش للفيروس هل الحمام أكثر من مرة يساعد الإنسان أكثر من مرة في اليوم يساعد الإنسان على التخلص من الفيروس إذا كان حامله على جلده؟ أبدا طيب هل الفيروس ممكن يكون على الملابس وينتقل مثلا بإذا أحد لمس ملابس الشخص الآخر؟ ممكن لو فيه دربلت لو فيه اللي هو مثلا عطسة أو شيء طلع منها أو كده طيب هل موضوع لمس الوجه هو جزء أساسي أنه نحن بنلمس وجوهنا جزء أساسي في انتقال العدوى؟ لا لمس الوجه ده أنا لو إيديا مش نضيفة وخادة الفيروس طبعا بيعمل عدوى لو لمست الأنف أو الفم أو العلنين سريعا الوايبس والمعقم فعالة؟ جدا فعلا تقتل الفيروس طيب للأسف نحن دهمنا الوقت عندنا لازالت الكثير من الأسئلة بس على العموم نحن بنشكرك على هذه الإجابات السريعة كان معنا في الستوديو الدكتور حمدي عمر استشاري الأمراض المايكروبيولوجية